انا بحس انه ليه انا قاعدة معاك القاعدة دي دلوقتي وهنضرب بطيخة دي ان شاء الله مع بعض انه لما بتبقى انت قاعد كأنك انت على ترابيزة اجتماعات كبيرة كده وكل واحد جايب معاه شوية حاجات دولي يعني الترابيزة دي هي البلاد العالم كل واحد بيمس البلد وكل واحد قاعد يتعنطس بما لديه كويس ودخلين لبعض تحديات ومعايرة وايا كان النقاش والبتاع فتبص تلاقي ده يقوم ايلك طب انا هم عام انا بعرف اعمل صناعة وريني بقى انت شكل ايه تقوله والله انا هو يا عسيد طب انا عندي روبر دينير تقوله والله عندي عدل اخد طب انا عندي ماريا كالس والله احنا عندنا اخد فتبص تلاقي يعني بتخيل الصورة دي ان كل واحد عمال يطلع الكروت اللي يقدر يغلب بيها العالم ده كله فتلاقي انه هكذا ارى المصري معه 700 مليون كارت يطلع ودايما لما يكون عنده طاقة جبارة زي عصام الحضري وقيمة بهذا الشكل وتاريخ له حكايات طويلة عريضة واسرار من هذا النوع لازم يكون احد كروتي اللي بحطها عالترابيزة ورين كده عالترابيزة وخد ادي كارت معايا لعب عنده ارادة خرافية عنده قدرة على التجدد طول الوقت عنده حياة عاشها من الصغر وده اللي انا حابة امشي معاك فيه على المستوى الانساني انه عصام الحضري في الاخر بيمثلي انا كمواطنة عادية ما بفهمش في الكورة لكن بفهم في البني قدمين وبشوف انه هذا الشاب الشاب رمز للارادة اللي ممكن ده زي اتقطمت رجليها توقف على كعانها زي اتقطمت كعانها توقف على ظهرها يعني يفضل طول الوقت بيقاوم اي حاجة كانت هتوقعه ويرجع يوقف من اول وجديد انت حاسس بنفسك ان انت كده ولا انت ماشي وخلاص واحنا اللي بنحللك لا هي قبل كل شي انا فيها طبعا من حياتي وانا صغير وانا طفل بيقيت بتدارك وبكبر عنده طموح عنده اهداف عندي اصرار جواي عندي حاجة ما فيش حد بيقدر يوقفني عنها خالص تعبت واجتهدت لعبت في الشارع كلت من الاسفل تلعبت على البلاط لعبت بالكورة الجلة عملت كل حاجة كنت بهرب عشان يلعب كورة يعني باختصار ابويا والد الله يرحمه بيحلق اللبس الكورة بتاعي بحاول اجيبلي انا عايز اجيبها من اولها منو انت عندك ست سنين من ست سنين انا بدأت العب في مركز شاب كفر بطي مش هقول لي احنا كنا عائلة الحمد لله مقدرين كان والدي موجود معاه والفلوس ويقول لي انا عايزك تطلع الطالب شاطر وانا اصلا كنت فاشل يعني انا كنت طالب فاشل هي حياتي كورة ما عرفش حاجة انا كنت اخد الكتب احطها في تقوى داريها عشان انا راح العب كورة انزل المدرسة محضرش حصص ولا اي حاجة طول يوم فين الحضري بلعب في حوش المدرس ولا حتى كان عايزك تبقى شريكو او توقف معاه في الورش هو كان يقول لي لازم عايز انت تتعلم اوكي مش عايز تتعلم خليك واقف معاه اقول له طيب اوكي وما فيش مشكلة والحاجة عندي ربنا خليكة تداري علي اه طبا في بلكونا كده موجودة على الملعب مركز شاب المركز شاب بتاعي كافر بطيخ اللينا تربيت فيه اه انط من البلكونا اروح ملعب تراب اروح علعب وارجع من غير محد يحس بيه بس هي مدارية علي ان هو نايم او هو بيجيب حاجة بلعب برجع ارجع طب انا ارجع لوقتي هرجع باللبس ده كله وسخ طب انا مش عايز اتعب الحاجة تغسللي يعني ماذا كنت لقلق الترع انزل في الترع عشان اللبس يطلع نضيف تلعب وتتمرمغ وتعمل وتنزل واعمل كل حاجة وترجع بقى مبلول كل ارجع مبلول مسافة مهاش بعيدة مسافة مثلا خمسين متر كده واقوم راجع ام عصر الالب واقوم نشرهم اخو الشلبس واطلع للحاج يا حبيبي كنت فين مش عايز اه كل يوم كده اه